موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد أبناء وبناتي طلبة الصف العاشر سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته وأسعد بصحبتكم لتقديم دروس الفصل الدراسي الأول من مقرر الصف العاشر وأول ما نبدأ به درسنا اليوم بعنوان الإيمان الصادق وأثره في سلوك المؤمن سورة الجمعة لماذا سميت سورة الجمعة بهذا الاسم؟ ولماذا سمي يوم الجمعة بهذا الاسم أيضا؟ سميت السورة بهذا لذكر الجمعة فيها وسمي يوم الجمعة لاجتماع المسلمين فيه للصلاة فما سبب نزول الآيتين الكريمتين في آخر السورة؟ أصاب أهل المدينة فاقة شديدة وبينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر يخطب يوم الجمعة إذ أقبلت قافلة من الشام بطعام وكانت عادتهم أن تدخل القافلة المدينة بالصياح سرورا بها فانقضى أهل المسجد عليها وترك الرسول صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر ولم يبقى معه إلا 12 رجلا السؤال ما المعاني السامية التي اجتملت عليها الصورة الكريمة؟ أولا كل ما في السماوات والأرض يسبح لله العزيز الحكي ثانيا من فضل الله علينا أن بعث فينا رسولا منا لهدايتنا ثالثا أرسل الله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة رابعا ذم الله اليهود لأنهم لم ينتفعوا بما جاءهم من الوحي خامسا فضح الله زيف الدعاء اليهودي بأنهم أولياء الله وأحباؤه وأخيرا عمل الآخرة مقدم على عمل الدنيا ما الغرض الأول لصورة الجمعة؟ الغرض الأول هو الحث على شهود الجمعة والنهي عن الانشغال عنها الآن نسأل عن الثروة اللغوية فما مترادف كلمة يسبح في الآية مع توظيفها في جملة من إنشائك كلمة يسبح أن ينزه ويمجد ويقدس ويمكن أن تكون الجملة يسبح لله كل الخلائقي الآن نأتي إلى التصريف ونسأل عن كلمة قدسة ما تصريفاتها وأين نسكن تصريفا منها في جملة مناسبة القدس التقديس القدوس المقدس القادسية المقدس في جملة مثل هذه نكملها أو نبدأها بالتقديس والتعظيم لله الخالق اضبط بنية كلمة التي بين القوسين في جملة لله وحده الضبط سيكون الملك لله وحده ولا يصح أن تكون مثلا الملك لما استهلت الآية الكريمة بذكر تسبيح الله تعالى فتتحت الصورة بالإخبار عن تسبيح أهل السماوات والأرض لله تعالى إذانا بالغرض الأول منها وهو زجر فريق من المسلمين انصرفوا عنها إلى الابتياع من قافلة وردت المدينة وقت حضورهم الصلاة ما دلالة التعبير بيسبح مضارعا؟ الدلالة لما فيه من الدلالة على استمرار تسبيح أهل السماوات والأرض وتجدده تعريضا بالذين لم يتموا صلاة الجمعة ما الحقيقة الإيمانية التي أقرتها الآية الكريمة؟ الحقيقة هي أن كل ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله الخالق وماذا نستنتج من هذه الحقيقة؟ نستنتج منها أن كل شيء خاضع لله مذعن له وكذلك نستنتج أن على الإنسان أن يشارك الكون في خضوعه وإذعانه لله تعالى ماذا أفاد الطباق بين السماوات والأرض في الآية الكريمة؟ وهي يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم أفاد الطباق شمول خضوع كل المخلوقات لله تعالى نأتي إلى الآية الثانية وهي قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمه الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ما مترادف كلمة يزكيهم؟ نريد أن نضعها في جملة من إنشائنا كلمة يزكيهم أي يطهرهم من دنس الشرك والمعاصي ويمكن أن تكون الجملة الإسلام يبارك المسلمين ويزكيهم ما مفرد كلمة الأميين المفرد الأمي ما الحكمة في اقتصار الآية على ذكر الأميين مع أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق أجمعين؟ الحكمة من هذا الاقتصار حث العربي على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأييده ونصرته وأيضا لتحقيق معجزة الوحي فالنبي صلى الله عليه وسلم أمي بعث في أمة أمية فمن علمه ما مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم كما بيّنتها الآية الكريمة؟ المهمة هي يتلو على الناس آيات الله ويطهر نفوسهم من ركس الكفر والضلال ويعلمهم الكتابة والحكمة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما معنى كلمة عزة في كل تعبير مما يأتي؟ عزة الرجل بين قومه عزة البضاعة في الأسواق عزة علي غيابك عزة الرجل بين قومه قوية وسلمة وعزة البضاعة أي قلت ونظرت وعزة علي غيابك أي صعبة ما جمع كلمة فضل؟ أفضل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين ما معنى كلمة الأسفار؟ كلمة الأسفار معناها الكتب العظيمة الضخمة عن من تتحدث الآية الكريمة؟ ولماذ ذمتهم؟ الآية تتحدث عن اليهود وذمتهم لعدم الانتفاع بما جاءهم من التوراة مما يقرؤونه ويعلمونه من الآيات الدالة على صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى وجوب الإيمان به وضح المثل الذي ضربه الله لليهود في الآية مثل الله تعالى اليهود الذين أعطوا الطوراة وكلفوا العمل بما جاء فيها ثمهم لم يعملوا بها ولم ينتفعوا بهديها ونورها شباههم ومثلهم بالحمار الذي يحمل القتب الضخمة النافعة ولا يناله منها إلا التعب والعناء فهذا تشبيه تمثيلي منتزع من متعدد وهذا النوع من التشبيه سوف تتعرضون له في دروس البلاغة بمشيئة الله ووجه شبهه حرمان الانتفاع مع الكد والتعب ما الذي يتركه هذا المثل في نفسك من تأثير؟ هذا المثل يترك في نفسي تأثير مذمة اليهود وكذلك أتعلم منه الحرصة على العلم بكتاب الله والعمل به حتى لا أدخل في من عناهم الله بهذا المثل ما طريقة القرآن الكريم في التأثير ترهيبا وذما في الآية الكريمة؟ نفرت الآية أصحاب الفطر السوية والعقول السليمة من الوصول إلى مصير اليهود الذين فضحت الآية غباءهم كذلك أوضحت بطريق المفهوم ضرورة الحرص على العلم بكتاب الله والعمل به حتى لا ندخل في من عناهم الله بهذا المثل ماذا أفاد طباق السلبي في حمل ولم يحملوها؟ وقد تعرضت عزيزي الطالب لمفهوم طباق السلبي وهو أن الكلمة يسبكها أداة نفين أما الكلمة وعكسها فهو طباق الإيجاب أفاد هذا الطباق بيان تفريط اليهود في شرع الله وتأكيد تمردهم على شرع الله قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون والسؤال الآن ما مترادف كلمة زعمتم زعمتم أي ادعيتم وما مترادف كلمة ينبئكم ينبئكم أي يعلمكم ويخبركم نريد لك عزيزي الطالب عزيزي الطالبة أن توظف كلمتي زعمة وينبئ في جملتين من إنشائك يمكن أن تكون الجملتين زعم الكافرون أنهم لن يبعثوا والجملة الثانية ينبئ الله الكافرين بما عملوا يوم القيامة اجتملت الآيات الكريمات على الدعاء أبطلته وضح ذلك الادعاء أن اليهود زعموا أنهم أولياء الله وأحباؤه من دون الناس كانوا يقولون هذا الكلام ويدعون أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس يوم القيامة وأنهم لن يدخل الجنة غيرهم وإلا من كان هودا الإبطال طلب الله إليهم ما دام هذا الحال حالهم أن يتمنوا من الله أن يميتهم لينتقلوا سريعا إلى دار كرامته المعدة لأوليائه إن كانوا صادقين فإن من أيقن أنه من أهل الجنة أحب أن يتخلص إليه لكنهم لم يفعلوا ولن يفعلوا على ما يدل عدم تمني اليهود الموت على ما يدل عدم تمني اليهود الموت يدل على زيف دعائهم وسوء أعمالهم من الكفر والمعاصي وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم كما يدل على أنهم كانوا موقنين بصدقه صلى الله عليه وسلم فعلموا أنهم لو تمنوا الموت لماتوا من ساعتهم كشفت الآيات الكريمة عن صفات اليهود فما هي الصفة الأولى الكذب على الله والدعاء أنهم أولياؤه وحرصهم على الحياة وخوفهم من الموت وظلمهم أنفسهم بهذا الافتراء على الله ماذا أفاد الطباق في كل مما يأتي عالم الغيب والشهادة تفرون وملاقيكم فتمنوا ولا يتمنونه عالم الغيب والشهادة أكدت إحاطة علم الله فلا يخفى عليه شيء تفرون وملاقيكم أكدت حتمية الموت فتمنوا ولا يتمنونه أكدت زيف الدعاء اليهودي وفضح كذبه ما المعنى المفهوم من الأمر في تمنوا يفيد هذا الأمر التحدي ومبالغة في التحدي أخبر أنهم لا يتمنونه أبدا لماذا كان التعبير بتفرون أبلغ من تهربون التعبير بتفرون أبلغ لأن الفرار يكون بلا تخطيط أو إعداد مسبق فيهيم على وجهه إلى حيث لا يدري فربما يكون فراره إلى ما فر منه وهذا ما أكدته الآية فإنه ملاقيكم أما الهروب فقد يتحقق لصاحبه ما أراد بما توحي كلمة زعمتم توحي كلمة زعمتم بكذب اليهود كل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وضح الجمال أو وضح التصوير في الآية السابقة شبهت الآية وصورت الموتى بوحش كاسر أو عدو جاسر يفر منه وهذا يبين شدة خوف اليهود من سوء المصير وستتعرضون لإسم هذا الأسلوب أو هذه الصورة في دروس البلاغة بمشيئة الله وهي الاستعارة المجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ما مترادف كلمة ذروا وكلمة ابتغوا كلمة ذروا تعني دعوا واتركوا وكلمة ابتغوا أي اطلبوا ما جمعوا كلمة البيع جمعوا كلمة البيع البيوع وإلى ما تدعونا الآيتان الكريمتان تدعونا الآيتان الكريمتان إلى تلبية النداء لصلاة الجمعة وعدم الانشغال بأمور الدنيا من بيع وشراء أثناء وقت الصلاة فاسعوا إلى ذكر الله ما دلالة التعبير بفسعوا بدلا من فمشوا التعبير بالسعي يفيد الجد والعزب ومن شأن المؤمن أن يخف إلى صلاته بعزيمة وهمة ونشاط لا كالمنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا وضح كيف وفقت الآيتات بين حاجات المسلم الروحية والمدية تمثلت حاجة الروح في الصلاة والاستماع إلى الوعظ وتمثلت مقتضيات الحياة في الضرب في الأرض سعيا على الرزق وهكذا يوازن الإسلام بين متطلبات الروح والجسد ما دلالة اقتران الأمر بالانتشار في الأرض بالأمر بذكر الله كثيرا ينبغي أن يكون الضرب في الأرض على منهج الله وأن لا يغيب عن المؤمن مراقبة الله له ومراض الله منه في كل أحواله بين دلالة التعبير بقوله تعالى والله خير الرازقين مبينا ما فيه من ترغيم دل التعبير على أن الله سبحانه وتعالى يرزق الرزق الوفير السليم من الأكدار والآثام الشاملة لخير الدنيا والآخرة ولا يقدر على مثل ذلك إلا الله ليطمئن المؤمن على رزقه ما دلالة موقف الذين انفضوا عن الرسول ولم يتموا صلاة الجمعة دلالة هذا الموقف يدل على عدم تقديرهم للأمر تقديرا صحيحا ولهذا اقتضى تنبيههم إلى أن نلتمس رزق الله بطاعته والإقبال عليه لا بالانفضاض عنه إلى هنا تأتي نهاية هذه الحلقة أشكر لكم طيب السماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة